السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم طارق الجاسر وشكراً لفتح هذا المقطع اليوم راح نفتح صندوق هواوي فري بودز برو طبعاً هواوي لما أطلقت هذه السماعة وفي المؤتمر ولما ظهر ريتشارد يور رئيس تنفيذي للشركة قال احنا حطينا عزل للصوت مبهر في هذه السماعة طبعاً كاتبين هنا التحكم الديناميكي الذكي في الضوضاء النشطة يعني لما تكون في مكان فيه ضجيج كوفي شوب رحت إلى سوق كنت في الطائرة أو كنت في باص قطار كنت في الشارع وحولك إزعاج وتبغى تركز حتى لو أنك ما شغلت ولا مقطع تقدر تفعل خاصية إلغاء الضوضاء أو خاصية عزل الأصوات وبتسمع لو أنك bert overweight 납ح أفتحها نبدأ بسم الله هذه الشكل علبة وبعلى فكرة تشحن حتى wireless سيلك اليو اس بي تايب سي هذا كتب التعليمات المانيول وحاطين بعض الغيرات لها زي ما تشوفون هي تسمى سماعات ان اير او بداخل الاذن لانه فيها قطعة السيليكون هذي اللي موجودة في السماعة نسيت شغله ابغى اسوي شوي مقارنة لا تروح مبعيد ان شاء الله ما طولت عليكم هذا بس شكل المقارنة بينهم الشكل الجديد والشكل القديم سماعة الهواوي الاسدار اللي قبلها طبعا من هذه اللي سمونها عظم انا احب استخدم اللي تكون زي كده عظم بالنسبة لي هذه تعتبر تجربة جديدة وهذه اللي بنتكلم عنها اليوم شوفوا كيف تصميمها وشكلها كيف هنا كويس مغناطيس يعطينا امان رجعت من نفسها نجرب نلبسها فيها عزل ما نبس معكم لو تلاحظون هنا في هذا الجانب في زر كأنه مخفي اذا ضغطنا عليه وطولنا وكانت بجنب احد هواتف الهواوي زي ما تشوفون هذا البي فورتي على طول بيقول لنا انا لقيت سماعة من نفس الشركة تبغى اني اعمل لها توصيل خلاص ضغطنا توصيل جاري التوصيل مخلين مايكروفون للخارج زي ما تشوفون هنا بالاعلى في النقطة السوداء شوفوا مكان للمايكروفون عشان يسمع الاصوات المحيطة ويعزلها مجرد انها توصل لاذنك وخذوا هذه معلومة اي سماعة تدعم البلوتوث معناتها تقبل انها تكون على هواتف الهواوي اذا كانت من نفس الشركة هواتف الاندرويد حتى الايفون مع دعم خاصية عزل الضجيج بعد ما خليناها متصلة الحين اول ما افتح العلبة يطلع لي كم في بطارية موجودة من يمين من اليسار وهكذا في تطبيق اسمه AI Life طبعا هذا التطبيق يدعم سماعات هواوي يدعم كثير من التطبيقات اللي خاصة فيهم وفتح تطبيق المعيشة الذكية شوفوا شكلها اول ما افتح العلبة يطلع لي كم موجود بداخلها او بداخل البطارية يطلع لي السماعة هنا ويقول لي تبغى عزل الضوضاء تبغى اغلاق تبغى ادراك الاصوات المحيطة الاختصارات وهنا يقول لي اختبار ملاءمة السدادة حقة الاذن اكتشاف الارتداء خليني ارتديها قاعد يشغلي اصوات او زي الموسيقى كده ويبي يكتشفها الحين ايش قال؟ اضبطها او جرب سدادة اخرى اليسار اعادة فحص تم الحين شغالي العزل عزل الصوت المحيط حولي بشيل العزل بدأ يرجع الصوت طيب اكتشاف الاصوات المحيطة فيه اختلاف اوه جلس اسمع المايكروفون كأنه فيها مايكروفون وجالس يخليني اسمع صوتي كده الوضع العادي جدا على فكرة في الوضع العادي ممكن تستمر الى سبع ساعات اذا حطينا عزل الضوضاء ممكن تستمر الى أربع ساعات مسمينها القرص تقرص كده اللي هي الاختصارات فيه القرص كده وفيه القرص المطول خلوني اوريكم مع الايماءات اللي بسويها ضغط طولت شغل الحين نويس كانسلينج الحين awareness الحين off اوكي تمام بديت اتعلم عليها مستوسط وهذا شيء انا كنت ادوره في كثير من السماعات كيف انت ترفع الصوت من عندك وتقصرها من هنا شغلت مقطع موسيقي وجالس ارفع الصوت وأقصرها من عندي صراحة رائع جدا انا اقص الصوت من هنا واسوي كده بس ويرتبع ممكن اسمعكم حين الصوت واضح ها خلي ارفعها جا سير كده على الصوت تم قصرها وبحاول اوصلها مع جهاز الايفون وطريقة اقترانها نفس الطريقة اللي سويت انا قبل طبعا نشغل البلوتوث ونضغط ضغطة مطولة على الزر المخفي اللي هنا حتى تطلع لنا اضاءة واحد زي ما نشوف هنا بالأعلى على الايفون طيب ما اللي سهل حلو نقصر الصوت بعد فيها ضغطة مطولة وش هي مميزات اللي نقدر نستخدمها بدون ما نحتاج الى تطبيق قرصة واحدة الرد على او انهاء مكالمة بالاضافة اذا ما عندك اتصال ممكن تشغل مقاطع الصوت وتنهيها او ايقافها مؤقتا عندنا القرص مرتين يعني تكنسل المكالمات اللي اجتلك جالك اتصال تبعطيه بزي اذا ما عندك اتصال وعطيتها قرصتين القرصتين هذي بتنتقل للتراك التالي او الاغنية التالية اذا ضغطنا ثلاث مرات يقول لك تشغيل الاغنية او المقطع السابق القرص المطول على السماعة اليمنى التحكم بالضوضاء والقرص المطول على اليسار وعلى فكرة من التطبيق تقدر تعدل بعض الخيارات اللي موجودة مثل القرص المطول السحب للأعلى يرفع الصوت والسحب للأسفل يقلل مستوى الصوت تابعوا حساباتي على السوشال ميديا عندي الحسابات كلها موحدة باسم طارق الجاسر اتمنى من خلال هذا الفيديو اني اعطيتكم كامل المواصفات والمميزات اللي موجودة في سماعة هواوي راح احط لكم تحت في الديسكريبشن رابط شراء هذه السماعة بالاضافة لكافة المواصفات وما يميز هذه السماعة ولا تنسون تعملون شير لهذا المقطع واضغطوا على اللايك حتى يصل لكثير من الأشخاص وهذه أطيب تحية كنت معكم أنا طارق الجاسر واترككم على خير وفي أمان الله